أكد يحيى راشد وزير السياحة أن مؤتمر شباب العالم الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ يعد خير دليل على أن المدينة ستظل قبلة لكافة السائحين وتحظى بإعجاب وثقة ضيوفها من مختلف دول العالم متوقعا أن يكون الموسم السياحي لهذا العام هو الأمثل لعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية بواسطة هاتف زكي التقت السلف والسورة السكرية وعبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مصر حاضرة في حسابات وتغريدات الملايين حول العالم ثرة في معلم جميل وأخرى في رسالة مفادها أن مصر أمنة تماما ومستعدة لاستقبال الضيوف صحب كل ذلك حملة آلامية تروجية لأكثر من سلاسة ألاف شاب يمثلون ماد جنسية مختلفة شاركوا بمتدى شباب العالم تم بثوها عبر وسائط آلامية متعددة قبل وخلال أيام المنتدى ما كان له التأثير الإيجابي على حركة السياحة في مدينة شرم الشيخ بشكل خاص ومصر بشكل عام كما سيكون له أثره في المدى القريب على طمئنات المستثمرين الذين وجدوا في قدرة مصر التنظيمية للمؤتمر مؤشرا جيدا للستثمار في مصر كمناخ صالح لإقامة المشروعات المختلفة سواء في قطاع السياحة أو غيرها من القطاعات بدء الموسم السياحي في مصر يأتي متفائلا هذه المرة فقد بدأناه بمنتدى الشباب الدولي وسبق واتماد البابا فرانسيس ليقونة رحلة العائلات المقدسة إلى مصر ليجئ حق الفاتيكان قيمة إضافية ومؤسرة بالنسبة للسياحة المصرية المؤشرات الإيجابية والزيادة الملحوظة التي شادت السياحة المصرية في الفترة الأخيرة تؤكد أن الحركة السياحية الوافدة لمصر في طريقها لاستعادة معدلاتها العالية وللمكانة التي تستحقها مصر على خريطة السياحة العالمية ليكون هذا الموسم هو التوقيت الأمسل لعودة السياحة إلى مدينة شرم الشيخ وكل المدن السياحية في مصر إلى معدلتي الطبيعية مصحوبا بالأمن والأمان التي تتمتع به البلاد